موسيقى او الاميال هيجي لحياك في الامتحان يقول لحضرتك شخايب انزي بيت اكتب حياك من فضلك مين دستنس عالاقل تلاتين كلمة يبقى يطلب من حضرتك انك تكتب لنا عالاقل تلاتين كلمة عالاقل دي يعني ايه؟ يعني ممكن اكتر بس ما ينفعش يكون اقل يبقى احنا عايزين تلاتين كلمة يطلعوا بقى خمس جمل ست جمل سبع جمل اهم حاجة ان يبقى عندنا في حدود تلاتين كلمة ممكن تزود بس افضل ما زودش كتير يعني خينا من تلاتين لخمسة وتلاتين ويعني الماكس مال بتاع حضرتك يكون اربعين كلمة لان كل ما هنكتب اكتر كل ما اخطأنا بتزيد في واحد من الموضوعات التالية هيديك اتنين واحد اوفزات واحد ايميل واعز حاجة يختار يا تكتب الاوفزات يا تكتب الايميل يبقى مش محتاج تكتب الاثنين طب انا لو قدرت الاثنين اللي هيحصل هنصح الاثنين انا ديك الدرجة الاعلى بس انا شخصيا بفضل انا حاجة تكتب واحد ليه؟ حاجة لو جيت تكتب الاثنين هتشتت تركيزك وانتباهك ووقتك ما بين الاثنين لا دا هيطلع كويس ولا دا هيطلع كويس في حين ان احنا اصلا مش محتاجين غير واحد ليه حضرتك تشتت نفسك ما بين الاثنين اكتب واحد ركز في واحد احنا مش عايزين غير واحد والله هيك ادبت وخلصت الانتحان خلصت كل حاجة وقام تسلم الورقة وقام تمشي لقى عندك حيك لسه فيه باقي تمانسش مينوتن عشرين ديئة ولا ربع ساعة فاضية بدلا ما تخرج برة وتضيع الوقت ان انت تستنى صحابك خليك قاعد جوه اللجنة واجتب التاني في الحلقة دي بس غير كده ركز لي في واحد بس وهيقولك استخدم لنا الكلمات اللي هنديها لحضرتك يبقى لازم تكون حضرتك ملتزم بالكلمات اللي هنديها لك الكلمات الاربعة اللي هنديها لك لازم حضرتك تدخلها لنا في جمل اربع كلمات هتتروح الكلمات دي ما بين اسم نومن فرب أدجكتيف أدفرب كروب حر جار ومجرور انهو هينوه عليك من اسم فعل صفة ظرف جار ومجرور هينوه علي حضرتك مش هيبقى الكلمات الاربعة حاجة واحد عايزي الاربع كلمات دول حضرتك تستخدمهن في جمل تعمل بيوم حوالي 30 كلمات عندك اوفزاتس وعندك ايميل طب يا هير اكتب الاوفزاتس ولا اكتب الايميل انت حر ده او ده طب تعال نشوف كده مع بعض ازاي نعرف نكتب الايميل يلا كده معايا بص معايا ازاي بنكتب الايميل هو هيدي لحقيق اسم الراسل واسم المرسل ايه هيقول لحقيق زيهايسن كذا انشخايدن ان بتكتب لي فلان اندورجنان فلان ده هو المرسل ايه وزيهايسن كذا ده اسم حضرتك هتيجي فوق حضرتك على الشمال لو انت كتب الجواب لولد هتقوله ليبع فلان بيتر مثلا طب لو بعطين لبيترا بنت تقولها ليبع بيترا خايف طلابط ممكن بدأ ليبع او ليبع تقول هالو هالو بيتر هالو بيترا وبعدين منحط كمى وبعد ما منحط الكمى عايزين نبدأ بجملة افتتاحية هتبدأ بجملة افتتاحية هتبصها تلاقي حضرك بعد ما تكتب ليبع فلان او ليبع فلان وحط كمى ابدأ من قول السطر اللي بعده او سيب مسافة مقدار كلمة ليب ليبع وابدأ بأي جملة من دول كيف حالك حالي انا كويس مثلا كيف حالك ياريت من المقمولة تكون بخير او انا فرعت كثيرا بالايميل بتاعك او شكرا انجازين على الايميل لا ما تفرحش قوي كده انت مش هتكتب الاربع جمل دول احنا عايزين جملة واحدة والجملة دي مش هتتعد من ضمن التلاتين كلمة احنا عايزين تلاتين كلمة في الموضوع نفسه الكلمة دي افتتاحية حضرك بتزبط الايميل بتخلي الشكله كويس ان انا ابدأ بجملة افتتاحية مش هنعدها من ضمن التلاتين كلمة بعد ما حضرك هتبدأ وتحط الجملة الافتاحية تبدأ حضرك تحط الجمل خب بالك اول حرف هنكتبه بعد ما اكتب ليبر فلان وحط كومة اول حرف بيكتب كلين لانه بيبقى جاي بعد كومة وبعد الكومة بنكتب كلين ما بنكتبش جرخوس بعد ما تحط الجملة الافتاحية ابدأ حط التلاتين كلمة خمس جمل ست جمل زي ما هطلعه تلاتين كلمة في الموضوع نفسه وهنتكلم لسه عن الجمل نفسها ويه التلاتين كلمة بعد ما تخلص هتختم الجواب بـ تحياتي القلبية لو هرث ليش دي عامنه لك أزمة اكتب فيلي جرخوس فيلي تحياتي الكسير ممكن كمان تحط قبل هرث ليش جرخوس قبلها جملة ختمية زي ما عملت جملة افتاحية تم باعش بيل بيت شخيبي مير بالد من فضلك اكتب لي بسرعة أو منتظر الرد بتاعك أو خد بالك من نفسك مش لازم مش ضروري ممكن تكتب فيلي جرخوس ثم بتوقع وبتحط اسمك مش اسمك انت اسم اللي هو الدهولة لو اللي كانت بولد نقول داين فلان لو اللي كابة بنت تبقى داين فلان ملحظات عامة لازم ترعيها عند كتابة موضوع التعبير لازم اولا تحدد انت شغال في ال الكلام مضارع ولا ماضي لانش هينفع ان انا كون بتكلم ان انا سفرت مثلا الى المانيا وارجع اقول ان انا هقعد في فندق ان انا زرت اماكن سياحية وان انا هقعد اسبوع لا الكلام ماضي بقى انا اخبرنا من الزمن الكلام مضارع ولا ماضي اتنين حقيقة لازم تكتب جملة سهلة بسيطة بعيدة عن التعيد يعني مش محتاج تتفزلك في الاوزات احنا مش عندنا يعني اعتبار او مش مهم بنسبة لنا حاجة تكتبوها جملة 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 صعبة في الاخر لو غلط هنعيد عليك الاخطاء في حضرتك حاول تكتب جملة سهلة وبسيطة انا شخصيا بفضل ان حضرتك تكتب الموضوع الاول في مسودة بقلم رصاص فرقة اللي جايبها هورا تكتب في مسودة الجمل اللي انت عايزة عشان الجمل دي هتكتبها وتبدأ تعدل تبدأ تاخد بالك من الملحوظات اللي انا قولك عليها تعدل وتمسح وتضيف وتزبط وتنقل بعد كده الكلام كله يبقى بشكل كويس احسن ما تكتب وتشغبط وتبدأ تعملين اسهم وتوزع كتالوج مع الموضوع عشان نعرف انت ماشي ازاي الجملة دي مش هانا وتعمل لها سهم لما تطلع فوق الكلمة دي مش هانا تعمل لها سهم في اخر الجملة لأ احسن نعمل في مسودة وبعد كده تنقل الكلام بشكل يكون شكل كويس خب بالك بيضعف الموضوع عندلك كل مرة ابدأ بالفاعل يعني تخيل كده اقول ايه مثلا يعني اما اجا اقولك ايش حابي هويت فرخايت سايت ايش جي هويت اندن كلوب ايش تخيل في معينة فرخايت ايش شبيل الفوسبال تحس ان اللي كاتب ضعيف قالين الحيلة ومالا اعمل ايه ابدأ مرة بالفاعل مرة ابدأ بظرف مرة ابدأ بجرم مجرور ابدأ بالمفعول اي حاجة احنا ممكن نبدأ الجملة الالمانية بأي جزء بشرط ان البرب لازم يجي رقم اتنين والفاعل يا رقم واحد يا رقم ثلاثة يبقى عندنا اتنين سوابت البرب موس نوما تسويشتين واند موسكن يجيعت ذاردن البرب لازم يجي رقم اتنين ويكون متصرف مع الفاعل دي هازو بيكت كومت الفعل بيجي رقم واحد او رقم ثلاثة ناخد بالنا ايه تاني اهو الفيرب رقم اتنين متصرف لما تيجي تستخدم حقاك حرف جر تاخد بالك من الحالة العربية بتاعته شوف حرف الجر ده بيجيب اكوزاتيف ولا بيجيب ضطيف ولا حرف جر المشترك عشان تبدأ تزبط الحالة العربية وراه لو استخدمت حقاك الموضاع الفيرب ما تنساش ان مع الموضاع الفيرب المصدر بيجي اخر حاجة في الجملة انا ابقى حريص وانا حاطت الموضاع الفيرب رقم اتنين ان المصدر يجي في اخر الجملة حيك لو استخدمت الرابط لو استخدمت الرابط فراعي الرابط ده بيجي وراه الفعل سم الفعل ولا الرابط ده من الرابط اللي بيجيب وراه الفعل سم الفعل ولا الرابط ده بيجيب جملة جانبي لازم حيك تاخد بالك من كروس والكلاين هنحاسب حدك في السؤال ده على الكروس والكلاين وخب بالحضرتك ايه اللي بيكتب في الالمانيكو كروس بصير يبقى هنا كده اللي بيكتب كروس أول الجملة دايما يبقى كروس أول الجملة اتنين جميع الأسماء أي نومن في الألماني بيكتب كروس مش بس الأسماء العلم يعني لما أقول القلم أو الرحلة أقول الجمعة أقول هوتيل أي اسم في الألماني لازم يكون مكتوب دايما كروس يبقى أول الجملة جميع الأسماء والضمير زي اللي هو معناها حضرتك غير كده بنكتب كلايد فحيك بعد ما تكتب الجمل تراجع على أول كل جملة وأي اسم يبقى كروس ولو كاتب الضمير زي بقى كروس وفيما عادة ذلك تبقى كلايد دي ملحظات عامة تعالى نشوف أهم الموضوعات اللي معنا السنة دي معنا عشر الموضوعات أول موضوع بعنوام من هايماتشتات أو من هايماتلاند هايماتشتات المدينة الوطن هايماتلاند الدولة الوطن أنا اخترت انكلم عن هايماتشتات إنها كايرو ولو بتكلم عن هايماتلاند هنتكلم عن إيجبتن الكلمات اللي انت تستعين بيها ليجن تقع زينت وردشكايتن أماكن سياحية هير هين إلى هنا شون جميل كايرو إيست ماينا هي ماتشتات القاهرة مدينة الوطن إيس ليكت أمنين تقع على النيل هذين استخدمت ليكت كايرو هات فيلي زينت وردشكايتن تمتلك كثير من الأماكن السياحية تصم باشبيل على سبيل المثال لتست دي اختار تصم باشبيل على سبيل المثال دي بغاميدن الأهرامات دي تستادلة القلعة دي موزين المتاحف ون دين تسون دس هلب لذلك بيورا الفاعل ثم الفاعل كامن فيلي توريستن يدس يار هير هين وعشان كده سوح كتير بيأتوا كل عام هير هين إلى هنا دينستا دي تقول هير هين سوح بيأتوا إلى هنا داس فيتا استهيى شون الجو هنا جميل انت ممكن تقول ان النيل جميل المهم تستخدم كلمة شون في جملة الجو هنا شون جميل ودافي ايش ليبي باين حي ما تشتط انا بحب مدينة الوطن قدينة حطيت لأربع كلمات في الجملة وعملنا تلاتين كلمة على الأل وقزن تلاتين كلمة كتابة طب هو لو جاب لي نفس الموضوع وما جاب ليش جاب لي كلمات تانية لازم تلتزم بالكلمات اللي جابها لك وعشان كده انا عامل لحدك ايه جاب لك الكلمات اللي ممكن تيجي في الموضوع ده والكلمة قدامها الجملة اللي ممكن حضرتك تكتب زيها لو قال لك هاوبتشتات لو قال لك اين فونر السكان اخت سم مليون اين فونر ليبن هير 18 مليون ناسا معايشين هنا لو بكلم عن مصر هنقول 90 مليون 90 مليون المر هنا بيكون مشكلة هنا يستطيع المر ان يتسوق كويس جدا بس انا اخبت موضوع البرب نوت استخدمت موضوع البرب وعشان كده حطيت اين كوفن في اخر الجمل نت دي لايتي هي زين نت ونفراني انس انا زريفة ودودة كينوس سينيمات فيه سينيمات كتير ومسارح صارم اللي انه يعلي صارم اكيد التقاليد في الصعيد طب انا بتكلم عن كايرو ما تنساش ان الموضوع عن كايرو او عن ايجوبتن فلو جاء عن ايجوبتن وقال لك التقاليد او شترينج صارم قلو دي زيتن ان اوبر ايجوبتن زين شترينج التقاليد في الصعيد والتقاليد في الصعيد دي كلها رقم واحد زينت في فيرب اتنين شترينج صارمة لكر لذيذ داس اسن هير يست لكر الاكل هنا لذيذ شمك يعجب يبقى داس اسن هير شمكت زي جوت الاكل هنا طعمه كويس هير هنا هير كمان جوت قول لو بمخين هنا يستطيع المر ان يعمل اجازة كويس هير كمان جوت اين كوفن لا عد يقدر يتسوى كويس كل دي امكانيات نوع تسوي اين اين لادن دعوة انك باعد دعوة لا اسره المانية بتضيفها صديق الماني او دانك بخيف خطاب شكر فير دي اين لادن على الدعوة زي هايسن عمر اسمك عمر فاميليا فاغنر هات زي ان دويتشلاند اين جلادن عيلة فاغنر كتعزمك فالمانيا شخابن زي اير اكتب لها اين ايميل ودعوهم الى مصر الكلمات دانك شكر شن جميل اين لادن يدعو هير هون ليبي فاميليا فاغنر عزيستي عائلة فاغنر فيجيتس اين كيف حال حضاركو هوفنتليش جوت ياريت تكونوا بخير شكرا جزيلا على الدعوة الى المانيا اس وار زي شون باين كان جميل جدا عند حضاركو ايش حاب مينن التن فون اين فيل ارتسلت ارتسلت تصريف دات من ارتسلن يحكي انا حكيت لعيلتي كسيرا عن حضاركو ارتسلن فون يحكي عن ايش لادى زي ناخ ايجبتن اين ادعوكم الى مصر هير كنن زي بيونس وون تقدروا تسكنوا هنا عندنا هوفنتليش كلابت اس من المأمول يتحقق هذا ان تتيجوا ايش بارت اوف ايري انتورت انا منتظر الرد بتاعكو ليبي جرسي تحياتي يا عمر تشوف لو فيه كلمات اخرى جات على الموضوع شونست تسايت اجمل وقت دا كان اجمل وقت فيه حياتي تسايجني عرض زي هابي مير كسل زير جو جي تسايت عرضتولي كسل بشكل كويس جد فردانكن يو دين بالفضل ايش فردانكي اينا بدين لحضاركو دي شون تسايت ان دوتشلند الوقت الجميل دا انا بدين بالفضل لحضاركو فيه ايش فردانكي اينا دي شون تسايت ان دوتشلند شبراخ كنت نسي المعارف اللغوية باي اينم عند حضاركو هابي ايش ماني شبراخ كنت نسي فربسرت انا حسنت معرفة اللغوية عند حضاركو معرفة حسنت لو قالك دويتش يبقى هقول ايش هاب مان دويتش باي اينم فربسرت حسنت الالماني عند حضاركو زينسفوردشكايتن اماكن سياحية هيا كنن زي فيل زينسفوردشكايتن بزوخ انتقدر تزوره كثير من الاماكن السياحية انجنم معتدل داس فيتر هيا انجنم الجو هنا معتدل اينكوفن هيا كم من زير جوت اينكوفن هنا استطيع المرء ان يتساوى كويس جدا خدنا جملة دي مكرر كولتور فيرهابين هير فيه الكولتور عندنا حضارة كولتور معناها ثقافة او حضار عندنا حضارة كتير فخانلي ودود دي لويتي هي زيننات ان فخانليش جملة من قرر الناس هنا ظريفة ودودة الموضوع التالت من خاوم بيروف الوظيفة الحلم اللي باحلم بيها او من ليبلينز بيروف وظيفتي المفضلة طبيب بيكمن احصل على شفية او انتريسانت صعبة ولكنها شيقة ضا ضا معنا هنا او هناك او في ذلك الوقت حسب سياق الجملة اتمنى بكل سرور ان اصبح طبيب بص هنا نستخدم افعل التمني كتير ده تمني انا بحلم اكون دكتور دي مهنة بحلم بيها فعشان كده نستخدم تمني اش ورد جرن اردت اتمنى ان انا اصبح طبيب ده استمان تخدم بيهوف دي وظيفتي اللي بحلم بيها اش موس ام ابتور هوه پونكت او نوتي بيكمن يجب عليها الحصول ان انا احصل على في السنوية العامة على درجة عالية هوه پونكت او هوه نوتي ده ميدزين شتوديم دراسة الطب كنت شبير او او انترسانت سين ممكن تكون كنت تمني لواقع ممكن تكون صعبة او او انترسانت ولكنها ايضا شيق ناخ ديم شتوديم بعد الدراسة وورد اي 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 اتمنى ان اشتغل فيه مستشفى ده في الوقت ده في الوقت اتمنى ان انا اساعد ناس كتير لو جات كلمة اخرى سوق العمل ده يحتاج دايما ده كثرة في الدين يكسب كطبيب كنت ايش جرن في الجلد في الدين اتمنى ان انا اكسب فلوس كطبيب عيادة ايش هت جرن اي 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 قدوة او مثل اعلى فمش بالنسبالي يكون الطبيب دائما اي مثل اعلى او تقدر تقول جملة تانية دوكتور ماكدي عكوب مع معينة شولة بحب مدرستي إيس جيبت يوجد كلاسين فصول نت ونفروني هير هون معينة شولة إستكروس ونموديرن مدرستي كبيرة وحديثة إيما معينة شولة جيبت إيس بيوجد 50 كلاسين خمسين فصل هنا استخدمت كلمتين في جملة واحدة مفيش مشكلة أحطي جملة تانية في المدرسة بيوجد خمسين فصل أين هو فحوش أين بيبليوتك مكتبة أين كانتين وكانتين 100 لرارين ومدرسة ومدرسة عبايتين هير شغالين هنا سيزين ذرنت ومدفروني هم أضروف جدا ودودين دير لرن هير فيلي فشر بنتعلم هنا مواد كتير فشر يعني مواد فخ جمع فشر إينا شولة هابي إيش فيلي فريندي عندي إصحاب كتير كلمات أخرى ممكن تجلنا أوبرشولة مدرسة ثانوية إيش جيه إن أين أوبرشولة أنا بذهب إلى مدرسة ثانوية روحيج لاجة موقع هادي مين شولة هات روحيج لاجة تمتلك موقع هادي دير شولتاغ اليوم الدراسي دير شولتاغ بيجينت أم أخت أور اليوم الدراسي بيبدأ الساعة ثمانية تسو أندي دير شولتاغ إيست أم 2.30 تسو أندي بين تي الساعة اثنين ونص فرمد شبراخن اللغات الأجنبية إحنا بنتعلم الإنجليز والألماني كلغات أجنبية كومبيوتر بنشتغل هناك بالكمبيوتر من قلت المدرسة حديثة يبقى ستة حصص كل يوم عندنا ستة حصص المتحانات الجملة اللي خدناها فيه تماني أين شولة ونبريفونج مدرسة بدون المتحانات دس فير طول دي تبقى حاجة روعة شولويك طريق المدرسة ما تقول دير شولويك إيست نيشت لانج مش طويل معين الشولي إست ناه من مينم هاوس ناه فون يعني قريبة من بيتي مخن فير مخن فيلي أكتفيتات ان دير شول خاليا بنعمل أنشتة كتير في المدرسة لازن نقرأ فير لازن أفت أفت يعني كثيرا غالبا أو كثيرا إن دير بيبيليوتيك شباس دي شولي مخت شباس المدرسة تابعة على السرور الموضوع اللي بعده ليه كذا عنوان وهو موضوع واحد أفت يعني كثيرا في المدرسة بفتر ساحداشر ميتا يجب الضطيف من من مينة الفاميلة تسوهاوزن في البيت دان ثم جي إش أمت غاد سمقوها اندن كلوب بروح الساعة 13 إلى النادي دارت هناك تخافي إش مينة فراندة بقابل أصدقائي فيع شبيلن فوسبال بنلعب مع بعض كرة قدم أم آبن جيش جلوكليك نخاوزة تسخرك أذهب سعيدا إلى البيت جلوكليش يعني سعيد إني بحكي بعمل في وقت الفراغ في الويك أند أو يوم الجمعة كلمات أخرى شلافن ينام يوم الجمعة بستطيع أن أنام كويس كلمة شبيت يعني متأخر أم بوخن أند شتي إيش شبيت أوف أنا بصحة متأخر أوف رويم يروى أو يرتب ثم رويم إيش مين تسيمة أوف أنا بروى قطي ده فعلة خنبار منفصل تسومي تاج للغداء أم تس باي قوة إسن فير إم كلوب تسومي تاج بنتغدى الساعة أتنين في النادي إسن تسومي تاج معنا نتغدى هوبس الهوايات إيش هاب في خايتاكس إيمر دايماً تسايد في مين هوبس كلهم جمعنا دايماً عندي وقت ليه هوياتي إنس كينو إلى السينما أم آبند جي إيش ميت ماينار فاميلي إنس كينو أنا بروح السينما في المساء أدي أم آبند بص بحاوله أغير بيغتب أم آبند جرو مجرور جي إيش في الفيربي جاتنين وإيش مجاش واحد جاتلاتة بروح معائلتي إلى السينما بحاول أجيب جمل بسيطة كل الناس تقدر تكتب زيها شباس إيش هاب فيل شباس أم بوخن أند لدي كثير من المتعب ببي عندي ممتعب بيست يوم إيش هاب فيل شباس أم آبند إيش هاب فيل شباس أم آبندة إيش لسي جارني إيش هاب فيه بحاولاتي في رقب تاقي أسفلوغ رحلات أسفلوغ رحلات أسفلوغ و جمع آسفلوغ كنا نستطيع أن نسخ الوقت في حالة في يوم أو أفضل لجدنا أبوى ينبغي أحياناً وسيطلون تتعريف الوقت في منزيلة إلى أفضل سنحن نستطيع أن نسخ الوقت في أيهاد منزول في المميز أحياناً سرفن سرفن نستطيع أن نستطيع الزحلة على المال وأبدأ أيضاً عن أن نتصفح الحالة أنا أن نستطيع أن نسخفف عن الحالة على الإنترنت يسورف زي جارن جارن الاثنين واحد يش سورف زي جارن اوز انترنت شوين من يعوم ايش شوين من جارن اما انا في خايت سايد بحب عوم في وقت الفرق الموضوع اللي بعده هو شديد شبه بالموضوع اللي فات نفس الكلام بس هنا مينفاغين اجازة كبيرة اللي هولي داي الاجازة كبيرة بيجين ان تبدأ بلين الخطط دن ثم وبعد ذلك شون جميل بلد قريبا بيجين ان مينفاغين هتبدأ اجازتي فير دي فاغين علشان الاجازة هابيش فيل بلينة عندي خطط كتير اريد ان انا اسافر مع اصدقائي الى الغرداء خالنا تزيش ارهولن يعني ايه استجم اريد ان انا استجم صح بقا انا استجم بجد دن ثم اريد ان اعمل كورس انجليزي اش براوخ انجليز انا محتاج الانجليزي حتما لابد فيو مين شتوديوم علشان الدراسة بتاعتي امبادن يعني لابد جالي قال لي كلمة هابيش اش كان اندنفارين فيلو هابيش ماخين اقدر اعمل هوايا كتير زي ما خدنا قبل كده تخينيري نتمرن اندنفارين تخينيري ايش امكلوب تغايمال اندفوخ باتمرن في نادي تخينيري ايش تغايمال اندفوخ تلت مرات في الاسبوع اوسفلوغ رحلات اش ماخي فيلو اوسفلوغ اندنفارين بعمل رحلات كتير فيه الاجازة طويل للأسف الاجازة مش طويلة شباس المتعة والسرور اندنفارين هابيش ايمر شباس زي ما خدنا قبل كده عندي متعة كتير في الاجازة احنا بدنا بس بدنا مقول يوم الجمعة اقول اندنفارين فريند الاصدقاء اش تخافي مين فريند افت اندنفارين بقابل اصحابي كثيرا في الاجازة انسكينو الى السينما اش جي جرن انسكينو اندنفارين بحب اروح السينما في الاجازة لازن يقرأ اش لازي زير فيل اندنفارين الموضوع اللي بعده موضوع لاندسكون مقارنة ما بين ايجوبتن ون دويتشن مقارنة ما بين مصر والماني الكلمات ليجن تقع فيتر الطقس شتخينج شديد صارم لاتقاليد يوجن ليجن الشباب ايجوبتن ليجت ان افريكا مصر بتقع في افريقيا واند ام هرزن دا عربيشن وفي قلب الانام لاربي ولكن دويتشلان ليجت ام هرزن اروبا ولكن الماني بقى في قلب اروبا ايدي ليجت هيرونا في مصر يست دويتر ميسسس غالبا شون واند وارب اجوه جميل ودف ايديشلان يست دويتر ميسسس غالبا ومشتنج غير مستقر دي سيتن ايجوبتن التقاليد في مصر بيزوندرس ان اوبر ايجوبتن وخاصة في السعيد زين شترنج صارمة شديدة ابر ان دويتشلان زين دي سيتن نيس زو شترنج التقاليد مش صارمة او رابع كلمة دهاني دي يجن ليحن الشباب ان دويتشلان زين دي فخاي ونزل بشتنج زين ما خدنا فيه لانسكند احرار معتمين على نفسهم اوبر ان ايجوبتن نيشت الموضوع يبدو بايخ لكن هو موضوع سعال جدا لان كل الجمل خدنا فيه اللانسكند كلمات اخرى اوطوفركير حركة المرور دي اوطوفركير دي دويتشلان است ارجانيزير حرك مرمضنا الزمان عبر ان ايجوبتن نيشت اسن الاكل داس اسن الاكل ديشلان الشميكت زر جوت الاكل طعمو گويس عبر ان دويتشلان شميكت اس اندرس الاكل طعمو اندرس مختلف شوون جميل ديشلان ون ايجبتن سفهمون�倫 دولا جميعا كبيرة خلادينا ب Boys عليهم ب persönlich ولكن في مصر لا توريستين فيلي توريستين بيزوخن ايجبتن ان دورتشلند سواح كتير بيزوروا مصر والمانيا لندشافت الطبيعة بايد لندر كلا الدولتين بايد يعني كلا هابن شوني لندشافت عندهم طبيعة جميلة ليبن يعيش فيلي اوسلندر اجانب كتير ليبن ان اعبايتن ان دورتشلند وان ايجبتن زي مخلنا في اللندس كنت بيعيشوا بيشتغلوا في المانيا وفي مصر انتريسانت بايد لندر كلا الدولتين زينت انتريسانت بيكونوا شيقي الموضوع اللي بعده برضو شبه اللي فات اين تخيك ايوبر دورتشلند انطبعات عن المانيا انت رحت المانيا عندك انطبعات جاي تحكي لنا عن انطبعات شتودياغن يدرس الطاق الحالي يومية الولاد والبنات ارجانيزيرت منظم ايش هابن دورتشلند شتودياغت انا درست في المانيا سايت ديم احنا عفين سايت يعني منذ سايت ديم يعني منذ ذلك الوقت منذ ذلك الحين هابي ايش زير شوني ايندريك ايوبر دورتشلند لدي امطبعات جميلة عن المانيا دي الالتاق است اندرس مهمة قوي اندرس مختلف عن ان ايجبتن في مصر الحالي وماية مختلفة زي ايه الناس بتصحى بدر جدا دي يونجن وماتشن هابن مع فخيحات السيير عندهم حرية اكتر من هنا دي انتباعاتي كل شيء في المانيا بتكون منظمة كل شيء منظم في المانيا كلمة اخرى نت دي لويتي زند دارت نت اندفخوندش الناس انك زريفة دو حافظنا تظن الجملة دي من كتر ما استخدمناها عربايتن دي دويتش الالمان عربايتن زير فيل بيشتغلوا كتير هاوستيري حيوانات منزلية في الفاميلين هابن هاوستيري زي الهند والكاتسل عندهم حيوانات منزلية زي الكلاب والقطط اندستري لاند دولة صنعية دويتش لاند استااين اندستري لاند المانيا دولة صنعية ماخن دي دويتش ماخن فيل هوبس الالمان بيعمله هاوية كتير فخايت سايت اندستري صناعة وقت الفراغ ان دويتش لاند جبت سفخايت سايت اندستري فالمانيا يوجد ما يسمى بصناعة وقت الفراغ زي ما خدنا في اللندس الموضوع اللي بعده اين شول فست حفل مدرسة الكلمات جسترن امس فايرن يحتفل ليدر اغاني للايدر للأسف ليدر اغاني شون جميل جسترن ابو سوا قال لي جسترن امس يبقى كده الموضوع ماضي هنا مينفع شعم المضارع الكلام قالك مبارح حفلة المدرسة دي كانت مبارح يبقى المضطر لكل كل كلام يكون فين في الماضي جسترن هاتن فير اين شول فست مبارح كان عندنا حفل المدرسة احتفلنا بعيد الام اولا مدير المدرسة اتكلم عن دور الام دور الام اند النهاية عن الشباب خلاص اصلكم موضوع نكلم فيه عن الشباب الشباب او في مصر او في المانيا الشباب بصف عام زال بشتندش معتمد على نفسه هوبس الهوايات خيبن يمارس اندرس مختلف ديوجن ليشن الشباب مشتن اوبرال في كل مكان في خيئون زال بشتندش الشباب يرغب في كل مكان ان يكون حر ومعتمد على نفسه زي هابن فيلي هوبس عندهم هوايات كتير زي تخيبن او فيل شبورت بمارس رياض كتير ديوجن ليشن دينكن اندرس ألس دينكن بيفكروا اندرس ألس بشكل مختلف عن دي ألت جنراتزيون الجيل القديم دي ألت جنراتزيون الجيل القديم اندرس ألس دي ألت جنراتزيون ديوجن ليشن زي اند اما بيكونوا دايما دي زو كنفت جيدس لنس مستقبل كل بلد لذن يقرأ لأسف لذن ديوجن ليشن نشت فيل ما بيروش كتير الشباب انترنت ديوجن ليشن بشفتكين زيش فيل ميت خلنا زيش بشفتكين ميت ينشغلو بي الانترنت موسيق ديوجن ليشن هورن جارن موسيق بيحبو يسمعوا ما زيكا دي كانت العشر موضوعات المقررة علينا ان شاء الله بإذن الله في الامتحان هيجينا موضوعين من دول واحد في شكل واحد على شكل يا رب نكون وفقنا النهاردة نحن نعرض لكم ونقدم لكم خمس درجات خمس درجات بتوع موضوع التعبير والإيميل ان شاء الله مش يخرج عن الكلام اللي احنا قلناه ركزوا على الملحوظات اللي قلناها في الأول اكتب في المسودة راجع لنفسك راجع على جروس وكلاين وخب بالك من حروف الجار وحط الكلام ده بعد ما تعدله في البداية ان شاء الله بالتوفيق ألس جوت فيلش باس بايم ليرن فيل جلوك أوفيدا زين